للمتها المستوى الخائس يا اليونايتد للمتها المستوى الخائس تنهاق فريقك يا أخي كيف تجي يلعبون فايزين متحكمين في الكرة 2-0 بعدين فقل من 10 دقائق قولين خلاص اضعت المباراكة أنا شو سوال فايش وين نلعب وين الفريق وين الروح وين تنهاق قبل هالمباراكة نفورطة والحين بعد زاد الطيم بله ضد بورتو في اليوروبا ليك صح اوكي اقوى مباراة عدنا في اليوروبا ليك بس في كل حالات اليوروبا ليك تنهاق انت يالس تحسن اللعب يعني عشان البريمير ليك عنده تكون من تنافسه وانه تكون في التوب فور تحيمس في اليوروبا ليك شي تلعب يعني الفريق ما عنده روح ما يقدر يتحكم في المباراة يعني شو السالفة مرح ده تشيه تحسهم الدفاع شو السالفة يعني ودفاعنا ممكن افضل شي تقدر تقوله من هالموسم عندك ديلخت عندك مارتينيز عندك مزروعي وعندك دالوت هناك الدفاع اوكي بس شو السالفة شو اللي قايا يصير لا خلاص سواء نجيب وقايا شو السالفة لا التنهاق اللي سيالله ترى مب افضل كلها يساير لها اخيس المباراة الجاي ضد داستنفيلة شو بيشف ضد داستنفيلة بيلعب مباراة زيرة بقدر تحكم في المباراة اذا الحين ضد بورتو احنا بتحكموا في المباراة نص ساعة بعدين على طول شي اه ضاعت الامباراة من عندنا في عشر دقائق يقال من عشر دقائق مبن بالعب شي اخي فريق فريق يعني تقدر تسميم فريق لا تستطيع تسميه حتى فريح لو ترون كل مدرب يأتي حقنا لازم في الموسم الثالث يقيلونه شا السالفة كيف نلعب تنس نحنا سؤال شايرا اول موسم كان اوكي تمام موسم ثاني زين موسم الثالث ببرياتك كتر شا يقيلونه والحين تنهق يالس نفس الشي الموسم الثالث يضيعون شا السالفة خلاص كانت مو عندنا ماذا تفعل انت في الموسم الأول الموسم الأول يلعب كرة عدلة فران عندك مارتينيس في الدفاع يلعبون كرة صح ما بيجيب علينا قوال ما بنحنا ما بنقدر نجيب قوال ما مشكلة منتعادل بس انت ما بتجيب علي قوال الموسم الثاني شوي تعبانين متعورين الحين موسم الثالث ما عندك عذار ما عندك عذار ما متعور لك شو بس غير انت شو هويلاند كان متعور ردك ازيني يلا هون شو الحين دخلت طلعت راشفر دخلت قرناتشو طلعت هويلاند دخلت زيرتسي طلعت عامات دخلت انتوني اوكي سواوا شي شوية ممكن تقول غيروا من اللعب عندنا كنترول ازياد اوكي غير عن شي شو صار في المباراة ما صار في شي ازيل نفس الشي نفس الشي 2-0 هد اللاب صح يعني القولين حلوية طلعت راشفورد يسوي حركات يعده من اللعب يجيب غول يلعب باس ويشوتها في غول بس الحارس تعبان يعني المباراة ثانية ضد اخي يقول في الارسنل ولا سيتي هل الاقوال ما بجي فالحين نقول هذي افضل اقوال زينة متحكمين في اللعب كله من اول شي من اول شوط نا في مشاكل جمنا قولين خلاص احنا احسن فريق كأننا بورت ضعيف لا تقولين حرفيا ما احد في المباراة قدر اقول ان لعب زين غير اونانا جابوا عليه ثلث اقوال شو يعني اونانا احسن لها يعني لو شو بتقول الحين لها لعب زين هذا كان شوي تعبانا ما تفرق ما تفرق لازم حين نتكلم عن المدرب ما في شي غير ما في شي غير متكلم عنا غير المدرب يعني الان متى شي في الدوري يعني نحنا نكمل 12 شوت مصخر تكون الجولة السادسة وفي اليوروب بريق لانا ما فزنا اول مبارا اخر مبارا لعبنا ضد منه 20 وتعادلنا بعد وحينها بعمت عادلين ويوروب بريق متى مرد الفوز متى مرد الفوز متى مرد الفوز يا الله تناك جاوبنا متى مرد الفوز انا احجبني تناك احجبني التاكتكس بس الفريق ما راضي يدي وين بتسير يا اخي طيح في راشفورد يا اخي طيح القرناتش وطيح في اي حد من المدافعين كازيميرو كان ولا مارتينز ولا ديلخت شو استفدنا ممكن مارتينز ديلخت افضل دفاع ممكن بتقول يوم فران كان موجود عندنا اول موسم لتنهان كان افضل هي اوكي بس ديلخت الحيا سياد ديلك بعد صح ممكن يغلط بس مو بهو غلط الوحيد يعني اوكي والله والله انا اتمنى تنهاغ يتم يتم يعدل شي في الفريق يعدل اول موسم شفناه كيف وش قد عدل في الفريق شفناه كيف راشفورد رجع لمستوى ممكن افضل مستوى لراشفورد انا شايف انه يعني كم جول عشرين جول يعني شو من المدرب من الحين خلاص قالنا ما ضايعين يعني تعبت تعبنة تعبنة يعني بس عندي سؤال حكم تنهاغ تبونا يطلع ولا تبونا يتم انا بالنسبة لي ابغي يتم بس على هال على هال اقول على هالامباريات ما تقدر تخليه بس منه بتيب بتيب شي اسمه قاعد وياه يعني شو بيفرق اذكر في الامباريات شو بيسوي قاعد وياه تنهاغ يعني اذا كان بيقدر يغير شي ترى بيقوله بيغير شي تنهاغ من التكتكس ما لاهو اوكي بس اذا الفريق ما يدي مافي فائدة انا بالنسبة لي الشيط الاول كان اوكي راشفورد كان يلعب زين يعدي بس يبا يلعب روحة ترى يبا يلعب روحة يبا يشوت شفتوا اقبل يوم تعدلنا راشفورد يهجم روحة يلعب باس اما دياره كان هناك يقدر يلعب باس ايضا بس لا هو يبغي يعدي الفريق كله بكبره ويبغي يسجل وروح اوكي انت اول جول سجلته وغول الثاني انت سويت اسست بس مو بتيزياخين نلعب كفريق اصلا ممكن اهم شي بالنسبة للتنهاغ نلعب كفريق صح ما قاعد نسجل قوال بس ما قاعد نلعب كفريق ما في فايدة فاهم شي تلعب كفريق فتوقع عشان تي اصلا طلع راشفورد طلع راشد بين الشيطين تدخل قرناتشو ما قاموا بورتو يجمون علينا ممنحنا كمدافعيين ما قادرين يتحكم في المباراة كل شوية يرفعون علينا كنا لا بتنس انا اعطيك القرآن انترد علي شوف شا السالفة بخلينا على راحته يرفع ومارتي ينزد دي الاختما بقادرين على المهاجم لان اطول عنهم اضغال معهم بس من دخل قرناتشو لتحكم شوية رجع حقنا قرناتشو مو بسيدة بصير بيعدي كل حد ويسجل قول لا بيرعب باسات لك بيحاول بيتحرك حتى ديالو هناك اما ديالو نفس الشي مو بروح اي بيسوي كل شي بيحاول لك بس نازم ينعب كفرية تنهاك تعبان الفريق تعبان كل احد تعبان اونانا بس كان اللي زين اذا تبون تحطون في تعليقات انتو شو تحسون حطولي اباشوف والله اباشوف